التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آلين هيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي اليوم في أبو ظبي مع علي سبستيان كورتس المستشار الفدرالي لجمهورية النمسا جرى خلال لقاب بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشاركة للبلدين في ضوء ما يربطهما من علاقات صداقة متميزة وحرص مشترك على تعزيزها وتنوعها واستعرض الجانبان أبرز مجالات شراكات القائمة بين المؤسسات والهيئات الاستثمارية وأفاق توسيع التعاون ليشمل شراكات جديدة تخدم تطلعات وطموحات قيادتي البلدين نحو تنوع وتعزيز تعاون الاقتصادي المشترك